خلال العام 2022 ارتفعت وطيرة الواردات إلى ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة ميليشة الحوثية خصوصاً واردات الوقود والمشتقات النفطية التي تدفقت بشكل متسارع منذ الإعلان عن الهدنة مع ميليشة الحوثية مطلع أبريل من العام الجارية حيث تؤكد العديد من التقارير أن حركة تجارية ناشطة شهدها الميناءان الخاضعان لسيطرة ميليشة الحوثية خلال فترة الهدنة وحتى بعد انتهائها في أكتوبر الماضي وتوضح الإحصائيات أن نحو 70% من الواردات اليمنية من السلع الغذائية وصلت إلى الحديدة مقارنة ب30% وصلت إلى المنافذ الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية ويفند هذا التدفق المستمر للواردات عبر ميناء الحديدة الادعاءات التي تتحجج بها ميليشة الحوثية بأن مناطقها محاصرة والذي يبرز هذا الادعاء بشكل كبير أثناء المباحثات والمشاورات التي تجريها أطراف إقليمية ودولية وتتغنى بها قيادات الحوثية من أجل استغلال الواردات الواصلة لأجل خلق أزمات معيشة وتحميل الحكومة الشرعية والتحالف العربي مسؤولية ما يجري من أزمات داخلية تقرير شبكة الإنذار المبكرة الصادرة عن الأمم المتحدة ومنظمة الأغضية والزراعة الفاو وبيانات رسمية حكومية بيّنت أن واردات الوقود الواصلة إلى موانئ الحوثيين ارتفعت أثناء فترة الهدنة والربع الثالث من العام 2022 بنسبة 330% مقارنة بالعام الماضي كما أن الواردات عبر الموانئ والمنافذ الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية انخفضت بنسبة 53% عما كانت عليه خلال الفترة نفسها في العام الماضي بيانات وإحصائيات دولية تؤكد أن نحو 3.7 مليون طن متري من السلع الغذائية الأساسية تم استيرادها منذ يناير وحتى سبتمبر 2022 ووصلت تلك السلع عبر جميع الموانئ البحرية والبرية الرئيسية في البلاد 70% من إجمالي تلك السلع الغذائية وصلت إلى ميناء الحديدة والصليف الواقعين تحت سيطرة مليش الحوثي ترجمة نانسي قنقر